صور وتواريخ اعتقال ونظرات كل ما يصف هذا الاعتصام الذي تجمع فيه أهالي الأسرة أمام مقر الصليب الأحمر مطالبين بالإفراج عن أبنائهم تثبيت اتفاقية جينيب الرابعة التي تنص على أن يحضر نقل المعتقالين من أماكن سكناهم ويجب أن يتم التعامل معهم كأسرة حرية كأسرة ومناضلين من أجل حرية شعبهم أتمنى من كل أسرة فلسطينية من كل زوجها لما هي الصبح بتحكي لزوجها صباح الخير تفكر أن في نساء لهم سنوات ما حكوا لزوجهم صباح الخير أتمنى أنهم يشاركونوا في الاعتصام ولا يخلو هذا الاعتصام من هاجس الخوف القديم الجديد من لحاق أسرة مصابين بأمراض مزمنة منها السرطان بأرقام شهداء جرد في سجون الاحتلال هناك حوالي 25 مريض من الأسرة في داخل المعتقلات مرضى بالسرطان ونحن نخشى وأيدينا على قلوبنا أن يخرج أسيرا جديدا كما جرى مع الأسيرة أبو حمدية مدرجا بالدم أو شهيدا أو يسقط شهيدا من داخل المعتقلات صبرا أيها الأبطال عن مسلوقات غدا تتسلي قسمت الحبية الهتاف وحده كان كل ما يستطيع أن يفعله أهالي الأسرة لعل أصواتهم تصل إلى أبنائهم خلف قطباني الاحتلال أعتصامات لأهالي الأسرة مطالبين بالتدخل الفوري للإفراج عن أبنائهم وسط خوفات كبيرة من لحاق الأسرة المرضى بكوافل شهداء سجون الاحتلال جهاد قاسم تلفزيون وطن مدينة رمالة